والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد ذلك ذكر وذكر بجميل عاقبة أهل التقوى والإيمان الذين حققوا توحيد الملك العلام جل في علاه فقال والعاقبة للمتقين العاقبة أي المآل والمنتهى والخاتمة والنهاية فالعاقبة هي خاتمة الشيء منتهاه مآله وهي للمتقين ولا شك أن المتقين وعدهم الله تعالى بجميل العواقب وعدهم الله عز وجل بالخاتمة الحسنة والمآل الجميل ولذلك قال والعاقبة للمتقين أي جميل النهايات لأهل التقوى ثم بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها سؤال الله عز وجل الخير الكثير وهي مما توجب عطاء الله عز وجل فمن صلى على النبي صلى الله وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وقد اقتضب المؤلف رحمه الله في المقدمة بهذا الاختصار مبادرة منه رحمه الله إلى مألف الكتابة لأجله وهو بيان التوحيد وتجريده على نحو تحصل به الفائدة والنفع لمن اطلع على كتابه ترجمة نانسي قنقر